أسترشد بالحديث شريح عبد الله الثاني حوارات هدفها التواصل والاستماع إلى هموم المواطنين وتطلعاتهم وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا على الساحة الوطنية وعلى رأسها التحديات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية وسبل معالجتها وما هي طبيعة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة رئيس المجلس أكد أن تماسك المجتمع وأدى الفتنة التي حاول البعض إشعالها خلال الأيام الماضية وهذا هو عهد الأردنيين على الدوام يرفضون المساس بوطنهم أو العابث بأمنه واستقراره الأحداث التي جرت كان الأردنيون من مختلف مناطقهم مكوناتهم الاجتماعية على قلب رجل واحد خلف قيادتهم الهاشمية يعبرون عن رفضه المطلق لمحاولات البعض الاستقواء على الوطن والخروج على الدولة وأعاد مجلس العيان مشروع القانون المعدل لقانون الشركات إلى النواب بعد إجرائه تعديلاً طفيفاً عليه ويتيح مشروع القانون عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارات وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية الحديثة كما ناقش العيان ثلاثة أسيلة موجهة للحكومة وتحدثت عن خطط عمل المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية بالإضافة لمناقشة سؤال حول حزمة الحوافز للقطاع الزراعي فضلاً عن أثر جائحة كورونا على الاقتصاد والإجراءة المتخذة منذ تشكيل الحكومة الحالية مجلس العيان يعقد 11 جلسة في هذه الدورة غير العادية والأولى في عمر مجلس الأمة التاسع عشر التي أقر فيها 16 مشروع قانون 2 أعيداء للنواب فيما وجه العيان 15 سؤالاً للحكومة التي تم الإجابة عن 11 منها في هذه الدورة من مجلس العيان محمد الفائز المملكة عما ترجمة نانسي قنقر